الصلاة والسلام على رسول الله اليوم إن شاء الله هنتابع مع بعض سلسلة محاضراتنا في Laboratory Analysis and Disease Correlation أو التحليل المقبرية وتفسير النتائج أو طبعا اليوم محاضرتنا عن Liver Function Test أو LFTS طبعا رح يكون في عنا Different Objectives أو Many Objectives أهداف لهذه المحاضرة ف Upon completion of this lecture the student should be able to يعني بعد ما نخلص هذه المحاضرات رح تكون على جزئين إن شاء الله هذا الجزء الأول الجزء الثاني سيكون يوم الاثنين أول Objective أو هدف هو Understand the major metabolic functions of the liver and causes of liver dysfunction نفهم المتابوليك functions أو أهم أعمال الكبد بالأعمال الأيضية أو المتابوليك functions وكذلك أهم العوامل مؤشرات عمل الكبد أو الفحوصات التي تؤشر إذا كان الكبد يعمل بسلاسة أو هناك مشكلة في عمل الكبد أول شيء أول شيء في عندي الأنزايمز الأنزايمز أحد عوامل أحد عوامل التجلد فالبرو ثرومبين تايم هو يستخدمونه لـ لـ لما يسو فحوصات قبل العمليات أو غيره حتى يعرفوا زمن النزف فبالتالي البرو ثرومبين تايم هي الوقت اللازم للبرو ثرومبين حتى يتحول إلى ثرومبين يعني كم تأخذ حتى تتكون الجلبة طبعا هذول المؤشرات بيأدوا إلى تشخيص أي خلل في الكبد لـ الهيباتيك إنجري وبرضو يقيم عمل الكبد لـ الهيباتيك فانكشن طبعا راح اليوم نتحدث عن الهدف الأول اللي هو سنداد understand the major metabolic functions of the liver and causes of liver this function نتحدث عن major metabolic functions of the liver طبعا أهم الفنكشن هي synthetic function هي تكوين أو تخليق المواد زي plasma proteins وأهمها الألبومين والغلوبين وبرضو الكولسترول والتري غلاسيرايد والليبو بروتين هذه كلها تصنع في الكبد من أعمال الكبد برضو هي detoxification and excretion تعتبر الكبد من أهم الأعضاء اللي بتأدي إلى تخفيف السمية أو إزالة سمية بعض المواد اللي يسمون detoxification والexcretion اللي هي الإفراز طبعا بتحول الأمونيا إلى يوريا بقلال اليوريا cycle لأنه زي ما بتعرفوا الأمونيا هي very toxic إذا ضلت على شكل أمونيا ممكن إنها تخرب الخلايا و very very toxic سامة جدا فبتحولها الكبد من أمونيا إلى يوريا اليوريا طبعا لا تزال سامة ولكن أقل سمية والجسم بتخلص منها عن طريق الرئيورينايشن بتخفف بالماء وتخرج مع اليورين برضو البليروبين البليروبين بنتخلص منه و بنفرزه بالأمعاء ونخلص منه وجزء منه يخرج مع البل الكوليسترول برضو كمان بتكون أو بتم تخلص منه في الكبد ولدراج موتابولايت لأن أي علاج إحنا بناخده أو عقار طبي أو أي مادة بناخدها طبعا إذا كانت سامة بتم تحويلها إلى مواد أقل سمية في الكبد برضو من أهم أعمال الكبد هي التخزين بتخزن مواد في الكبد في خلايا الكبد أو في الهباتوسايت منها الفيتامينات بيتامين A بيتامين D بيتامين E بيتامين K و بيتامين B12 ويعد الكبد طبعا من أهم المصادر لهذه الفيتامينات فذلك اللي عنده أي نقص الفيتامينات بنصحو يأكل كبد الخروف كبد البقر إلى آخره ليس؟ حتى يحصل على هذه الفيتامينات من مصدر حيواني برضو من عوامل أو من أعمال الكبد هي production of bile salt طبعا البile salt اللي هو برضو بيكون بيكون ناتج عن أيض البلوروبين و بنتج عنه العصارة الصفراء اللي بتحتوي على البايل salt طبعا هذه تستخدم أو بيستخدمها الجسم في الديجيشن أو في مساعدة في هضم المواد الغذائية وخصوصا الدهون لآن بتسوي emulsification وبتأدي إلى تسهيل هضم الدهون لآن نجي على بعض بعض الأمثلة على فشل أو الفشل الكبد أول شيء الهباتو سيليلر ديزيز هي المرض بيكون في الخلية أو الخلايا الكبد نفسها هباتو ويكون هباتو كبدي وسليلر خلوي فبتكون الخلل في الخلايا نفسها الديز الاخر وهو الكوليستيس الكوليستيس ما بيكون في الخلايا وأنا ما بيكون في القنوات الموجودة في الكبد ليا obstruction of bile flow بصير انسداد للبايل والبايل لا يستطيع انه يمشي في القنوات ويروح على الأمعاء وبالتالي بيصير في عندي احتقان في الكبد وهذا بيؤدي الان الى تجمع البايل بعدين تجمع البلوروبن الى الاصفرار وغيره برضو برضو السيروس تشمع الكبد طبعا بيصير الكبد بتحول الى واكسي organ بيصير زيه كأنه شمع طبعا رح يفقد عمله طبعا هذا نتيجة اما chemical toxins أو نتيجة شرب الخمر وغيره الـ العطل الآخر هو الهبيتايتس هو التهاب الكبد التهاب الكبد يعني اي التهاب للكبد يسمى هبيتايتس ممكن يكون فيرال ممكن يكون بكتيريال ممكن يكون اي شيء بسبب التهاب في الكبد نسميه هبيتايتس جوندس الاسفرار طبعا لما يكون الكبد غير قادر على العمل و الـ direct و indirect أو الكونجيغيشن أو بلوروبين direct و indirect هذا بيؤدي الى تجمع البيلوروبين وبيؤدي الى حدوث الاسفرار الـ الـ الاخرى هي الـ liver cancer هناك أورام أو سرطانات تحدث في الكبد هذا بيؤدي الى طبعا زيادة في نمو الكبد زيادة في الخلايا وزيادة في الانتاج وإلى آخره بيؤدي الى طبعا معروف اللي هو الـ cancer الـ الـ الفنكشن الآخر أو الأخير هو cytosis سيتا تعني فات أو دهون فلما الشخص يكون عنده cytosis يعني عنده fatty liver الفاتي liver يكون هناك كمية من الدهون كبيرة على الكبد وبالتالي ممكن انها تأثر على عمل الكبد هذا بالنسبة للـ dysfunctions طبعا هناك genetic disorders هذي بتكون inherited يعني مش مفتعلة أو acquired وإنما بكون الانسان مولود فيها زي الـ hemochromatosis اللي بسمها iron storage في عندي مشكلة في تخزين الحديد في الكبد نجي الآن على liver function tests طبعا liver function tests تعتبر من non-invasive method for screening of liver dysfunction non-invasive يعني ما مندخل مباشرة في الكبد نفسه ما منروع الكبد ومناخد منه عينات وإنما منقوم بهذه العمليات من خلال الدم نعم ناخد عين الدم ومندور على المؤشرات اللي بتدلنا على عمل الكبد زي الانزيمات البليروبن اليوروبا الانجين إلى آخر كل هذا منقوم بعمل طبعا هذه liver function test بيش بتساعدنا help in identifying general types of disorder يعني تعطيني بشكل عام ما هو العطل في الكبد برضو assesses severity and allow prediction of outcome هذه الفحوصات ممكن أنها تحدد لي severity أو خطورة أو شدة المرض أو شدة الإصابة في الكبد وبتساعد في أنه نتنبأ بماذا سيحدث اللي هي prediction of outcome أنه هذا الشخص يعني رح يشفى ولا لا ولا رح يزيد مرضه أو غير برضو كمان disease and treatment follow up بتساعد في علاج الأمراض وكذلك follow up أو المتابعة أنه نشوف أنه هل العلاج أو الدو الذي أخذه هذا المريض يساعد في شفاء الكبد أو في recovery of the liver أو لا الآن نتحدث broadly classified as هذه liver function test ممكن أنه نصنفها بشكل عام حسب طبيعة المرض أول test to detect hepatic injury يعني في فحوصات مصممة حتى تكشف عن الخلل في خلايا الكبد نفسها نحن 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 قد يكون في الهيباتو أو غيره هذا الفحوصات تحدد أنه نصنفها على أنها فحوصات تكشف عن أمراض الخلايا الكبدية أو الهيباتيك injury طبعا mild or severe acute or chronic يعني ممكن يكون المرض خفيف وسط mild أو severe شديد ممكن يكون حاد وممكن يكون مزمن وبرضو بتحدد nature of liver injury ممكن تكون hebatocelular أو coliostasis يعني هلو الخلل في خلايا الكبد نفسها ولا في زي ما قلنا القنوات اللي بتنقل البلوروب test to assist hepatic function أول شيء في عندي فحوصات مصممة أنها تكشف خلل في الكبد التصنيف الثاني هو الفحوصات بتساعد في كشف عمل الكبد طبعا في عندي مجموعات المجموعة الأولى اللي هي group 1 markers of liver dysfunction مؤشرات على فشل ال liver أو الكبد أول شيء serum bilirubin total and conjugated من قيس لها البليروبin البليروبin طبعا ممكن يكون total ممكن يكون conjugated طبعا الun conjugated منحسبه بعملية حسابية أنه منطرح الconjugated من التوتال بطلع عندي non-conjugated اليورين ممكن نعمل فحوصات يورين طبعا هذا اليورين ممكن يتحددلي البال salt and اليوروب الالونجين total protein ممكن أقيس كمية البروتين الموجودة في الدم زي serum albumin و albumin globulin ratio أشوف نسبة الالبوم ل globulin وإذا كان globulin أكثر من الالبوم معناته في عندي مشكلة في الكبد برضو البروترومبين time البروترومبين time أكثر شيء قلنا بيستخدموه في العوامل التجلط ولكن برضو بيعطيني مؤشر على فشل الكبد أو عمل الكبد بشكل عام لأنه البروترومبين هو أحد بروتينات التجلط وبرضو تصنع في الكبد وبالتالي إذا كان البروترومبين time طويل معناته في مشكلة في الكبد المجموعة الثانية هي markers of hepatocellular injury إذا كانت المشكلة في خلايا الكبد نفسها هي التي تم فيها الخلل طبعا نقيسها عن طريق الإنزيمات اللي هي الألنين aminotransferase ALT أو الاسpartate aminotransferase AST المجموعة الثالثة هي markers of cholestasis مؤشرات على اللي هي انسداد قنوات البليروبن الأكلين فوسفيتاز ALT والقاما glutomile transferase GGT إذن كل واحدة من هذول المؤشرات يعطيني وين الخلل يعني إذا كان الأكلين فوسفيتاز والقاما glutomile transferase مرتفعة معناته المشكلة وين في الكولستيس أما إذا كان الانزيمات المرتفعة هي ال-ALT أو ال-AST معناته المشكلة وين في خلايا الكبد نفسها أما إذا كان المشكلة في البليروبن أو البال سوت أو التوتال بروتين أو بروترومبين تايم هي مشكلة في الكبد بشكل عام الآن أكيد في limitations of liver function test هي إلى حدود يعني مش كل شيء ممكن أنه يحدد المرض زي مثلا normal liver function test values do not always indicate absence of liver disease يعني إذا عملنا فحوصات الكبد هذه function test كلها طلعة طبيعية هذا لا يعني أنه ليس هناك مرض في الكبد يعني liver has very large reserve capacity لأنه في عنا للكبد عندها مخزون كبير من المواد فبالتالي إذا قسنا اليوم liver function test طلع طبيعي هذا هذا لا يعني أنه متوقف الإنتاج بدنا رد نعيد الفحص بعد فترة حتى نشوف إذا المخزون هذا نفد وبالتالي من بيبين إذا فيه هناك خلل في الكبد ولا لا برضو كمان asymptomatic people may have abnormal liver function test result يعني فيه شخص يمكن ما عنده أي أعراض ولكن إذا عملنا له liver function test رح نلاحظ أنه عنده مشاكل يعني diagnosis should be based on clinical examination بالحالة هذه نازم يكون فيه عنا فحص سريري حتى نشوف أنه هذا الشخص اللي ما عنده أعراض أنه عنده مرض أو عنده مشكلة في الكبد لان common serum liver chemistry test هذه الفحوصات التي تدرى على السيرم أو على المصل وبتحدد حالة الكبد في عندي liver chemistry test و clinical implication of abnormality يعني ماذا يعني كل فحص إذا كان عندي فحص الألنين aminotransferase ماذا يعني وين بيكون الخلل في الكبد أول شيء الألنين aminotransferase يعني أنه هناك مشكلة وين في خلايا الكبد لها hepatocellular damage وبرضه كمان الaspartate aminotransferase يعطيني hepatocellular damage إذا كان المشكلة في البلوروب فحص بلوروب إذا البلوروب مرتفع معنا في عندي cholestasis لها impaired conjugation or biliary obstruction هناك انسداد في القنوات اللي بيجري فيها البلوروب أو في هناك مشكلة في عملية الconjugation ربط البلوروب لأن الأكلين phosphatase برضو cholestasis infertive disease or biliary obstruction إذا كان الأكلين phosphatase مرتفع معناته برضو عندي إما انسداد في القنوات اللي بيجري فيها البلوروب أو في عندي infiltrative infiltrative disease يعني أنه هناك تداخل في المرض البرو thrombin time في عندي مشكلة في تخليق أو تصنيع البرو thrombin هي synthetic function الألبوم برضو إذا كان الألبوم منخفض معناته في عندي synthetic function إنه الكبد لا يستطيع أو ما عنده مشكلة في إنتاج الألبوم الجام alpha glutamyl transferase برضو كمان cholestasis or biliary obstruction وال bile acid برضو cholestasis or biliary obstruction إذن يعطيني كل نتيجة كل فحص وما هي المؤشرات اللي بتأدي أو المرض اللي ممكن يحدث نتيجة ارتفاع هذا أو انقفاض هذا المؤشر رح أوقف عند هذه اللي هي البليروبن و نكمل إن شاء الله الاثنين القادم حد عنده سؤال شباب الأربعة مش الاثنين صح اليوم الأربعة أو المحاضرة التعني يوم الاثنين يوم أربعة بس ليش تانين ليش ما في محاضرة لنا ساعة واحدة بس نخد كل يوم أربعة كل يوم أربعة عادي طالص طمام قد صحيح تحسن